للأسف أيضاً يوم أمس العراقيين اتلقوا خبر مؤلم ومؤسف حيث توفي الطبيب العراقي البارز وليد الخيال إلى رحمة الله وهو صاحب العبارة المشهورة التي قال فيها أستطيع إجراء عملية عملية زراعة كيلية وأنا مغمض العينين حيث توفي الطبيب العراقي وليد الخيال عن عمر ناهز التسعون عاماً وولد الدكتور وليد شوكث أحمد الجراح والملقب بالخيال في مدينة بغداد منطقة الأعظمية يوم الخامس من تشرين الثاني عام ألف وتسعمائة وواحد وثلاثين وهو اختصاص جراحة الكلة والمسالك البولية وزميل كلية الجراحين الملكية تخرج في ثانوية الأعظمية ليدرس في الكلية الطبية وعلى نفقة وزارة الدفاع آنذاك وهو مؤسس مستشفى الخيال في العاصمة بغداد في ستينيات القرن الماضي وكان أبوه ضابطاً في الجيش العراقي في صنف الخيالة ومن هنا جاء لقبه وتخرج في الكلية الطبية ومنح رتبة نقيب ليكون قريباً من الملك الشاب فيصل الثاني آنذاك الذي أعجب بعمله ومهنيته وأيضاً نسب إلى الحرس الملكي الدكتور وليد الخيال من أفضل اختصاصي جراحة الكلاب والمسالك البولية وزميل كلية الجراحة الملكية البريطانية ومدير مستشفى الخيال قام بإجراء عملية جراحية للفنان العربي الراحل عبد الحليم حافظ عام 1959 وهي عبارة عن عملية ربط أوردة المريء عند بداية المعدة بسبب النزيف المتكرر الذي عانى منه آنذاك الفنان الراحل عبد الحليم حافظ بسبب تشمع الكبد رحم الله طبيبنا العراقي البارز ومفخرة الوطن وواحدة من أهم رموزها في التاريخ الحديث وأسكنه الله فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون